فقد الجسم الإعلامي والبحريني واحدا من أبرز أساتذته وأحد مؤسسي تلفزيون البحرين بعد أن أنضى أكثر من ثلاثين عاما في العمل الإعلامي كمعد ومقدم برامج وقارئ نشرات بالإضافة إلى منصبه الذي كان يشغله كمستشار لوزير الإعلام الأستاذ عبدالوهاب عطى الذي انتقل إلى جوار ربه بعد أن عشق البحرين أرضا وشعبا منذ أن استنشق هواها في العام 1981 المزيد في التقرير التالي أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشق البحرين منذ أن وطئت قدمه ترابها استنشق هواءها ودخل بيوتها القديمة وسار في أزقتها حاور شيوخها وعجائزها ودخل في مناظرات حوارية مع مثقفيها لمس في أهلها الطيب ولينا المعشر ليدرك بعد قليل من بقائه فيها بأنها ستكون دار المستقر الإعلامي الكبير عبدالوهاب عطى أو بالأحرى محمد عبدالوهاب عطى رجل شامخ الطول في تواضعه وهدوئه سامق المكانة بخلقه ورزانته عرف في ثمانينات القرن الماضي بنشاطه وقربه يتميز بلغة عربية رصينة تنساب على لسانه وكأنه يقرأ أهازيج الماضي وأغنياته وديعة غالية لتقدمها للأجهال من بعدها ميراثا فنيا من الفلكلور الشعبي يعد عطى من الرعيل الأول لمذيعي التلفزيون المصري كان يتميز بالقبول والأداء المتزم قدم إلى البحرين في العام 1981 ليعمل في تلفزيون البحرين ووزارة الإعلام كمستشار لوزير الإعلام حينها وساهم في تأسيس التلفزيون البحريني وله العديد من البرامج الهامة على اختلاف أنواعها الثقافية والدينية والتوثيقية يزخر بها أرشيف التلفزيون البحريني عشق العمل الإعلامي كرسالة فعلى الرغم من قلبه المنهك الذي رأى مصابيح غرفة العمليات أكثر من مرة إلا أنه لم يكن يبعد عن ممرات هيئة الإذاعة والتلفزيون حتى بعد أن ابتعدت صورته عن الشاشة وبعد صوته عن المايكروفون لم يبخل أبدا في تقديم كل ما يستطيع للأجيال الجديدة إن كان تدريبا على إلقاء أو تصحيحا للغة عشقا منه للمكان وذاكرته اليوم وبعد صلاة الجمعة حمل الإعلامي الكبير عبد الوهاب عطى على الأعناق إلى مثواه الأخير ليستقر تحت ثر المحرق عشق البحرين منذ قدومه إليها وأبى أن يلاقي وجه ربه إلا عن طريق ثراها فإلى رحمة الله الواسعة وجعل مثواه الجنة نحييكم ونشكركم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته